أخرى مرة أخرى برحب دفي الكريم الكاتب الأستاذ حمدى إمام ورجال في القصر أو حول الرئيس أهلا بحضرتك مرة أخرى إحنا قبل الفاصل قلنا عايزين نعرف هل في أسامي إحنا ما نعرفهاش إحنا عارفين خيرات الشاطر عارفين بديع عارفين طبعا محمد مرسي عارفين الحداد في رجال آخرين لهم كان داخل القصر نفوذ ودور إحنا ممكن نكون مش عارفين أساميهم لغاية دلوقتي وإيه أدوارهم أحمد عبد العاطي آه طبعا الدكتور ده كان بجر المكتب وده صيدالي ده كان صيدالي ومع ذلك هو الوحيد اللي سجله في التسجيلات الموجودة عند الأجهزة قبل 25 يناير ده فيك التسجيلات الكتنب من تركيا ده كان موجود في مكتب ده كان مسؤول بقى الاتصال مع تركيا لا ده كان موجود في تركيا وقت قبل الثورة ونزل بعد القيام صور 25 يناير اللي ينضمن للمكتب القاهرة للإعداد لخطة كيفية الأصول للحكم في مصر وإحمد عبد العاطي ده كان شخصية مهمة جدا كان منه هو طالب مسؤول تجنيد الوافق الجامعة كان مسؤول تجنيد الطلاب واختباراتهم وتجهزهم وتساعدهم داخل الجامعة ويهرب قعد في تركيا وده كان فتح خط مفتوح مع المخابرات الأمريكية برعاية المخابرات التركية وأول لما قامت صورة 25 يناير ضمن المجموعة اللي راح تنزع فيه أسعد الشيخة اللي هو كان بيطلق على محمد مرسي يقوله أخالي يعني هو بلدياته لكن محمد ده كان بيشتغل في قطاع المأولاد هو كان نسيبه كمان أعتقد كان في نسب بينه هو بقاري عندهم هو مش قريبه سواء كان بقوله يا خالي يعني بقوله أنه خالي يعني في البلاد انت عارفت الفلاعين بقوله يا خالي فكان بيقدم نفسه على أن محمد نورسي وده كان برضو خطير هو فيه في القصر الجمهوري يا خالي ويا عمي ويا كده لا وحضرت أنا أعود لك حاجة لا 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 القادرة مش كده هو في قصر رياسة ينفع الناس توقع فيه على الأرض ويجيب أكل من المطاعم ويقول له أنا عاوز أكل بط ويبتاع دوت وياخد طريق الزمر وتسور يعني ده مش قصر رياسة دي طيب كان فيه لقاء مهم جدا جدا طبعا حصلوا كلنا عارفينه وكان فيه تهديد بشكل كبير طبعا للرئيس الحالي ما الغريب أن الرئيس السيسي يعني هو الرئيس السيسي من قبله من برئيس الجمهورية كان وزير الدفاع هو اللي قال قصة لقاءه وقاعد يقول لأخر بعد لما كان راجع من أسيوبيا بيتكلم عن القيادة عايزين نعرف بقى هو بصي يعني هو تقريبا قبل تحرك قبل نزول في 30 يوم 30 كان بدأ لإخوان عندهم قناعا أن الجيش والشعب خلاص وما وصل مرحلة البدادة أن الناس هتنزل وأن الجيش هيسند الناس وأنا أعتقد أنه هو كان كان ممكن بقى الرئيس السيسي مش موجود دلوقتي لو هو لما طلع أسكى منهم وخد خطوة ستباقية لما فجأ أخر خطاب لمحمد مرسي وجد انتشار للقوات المسلحة وكل الرجال اللي موجود في مفاصل الدولة فهيبدون الرسالة وصلت للمتاع أن الجيش كل موجود قبل لقاء يوم 22 دواء تلقي دواء خيرة الشتاطر وساعد الكتاتني بالوزير الدفاع في نفس الوقت كان في لقاء سبع قبل كده لأن كان خيرة الشتاطر حب يخترق الأجهزة فراح أحد مكاتب الأجهزة السيادية كبيرة جدا وعلى أساس إن هيقابله ففوجي إن اللي قاعد في المكتب الفريع الفتاح السيسي هو اللي قابله مش الرجل فقال له أنا جاي أشرب قهوة لأنه ما فيش مكان إنك تشربه في قهوة اللي هنا يوم 22 هو في الدقاء الشهير اللي قال ده تقريباً الفريع الفتاح السيسي ساب خيرة الشتاطر الكلمة جساء لا إحنا نتكلم الأول مقابلة اللي حضرك قلت عليها دي أو كده كان المفروض إنها كانت مقابلة يعني على ما أعتقد أو يعني اللي نسمعه إن هي كان علشان تفاوض ما هذه الشخصية اللي المفروض دي ما معروفة خيرة الشتاطر لا أنا مش بكلم على خيرة الشتاطر أبتكلم إن هي الشخصية اللي هو في الجاز السيادي أن يأتي به خيرة الشتاطر بديلاً عن السيسي فراح لقى أو راح وجد إن السيسي هو هادي كترسالة من إن الجيش كله على قلب رجل واحد بالزبط هادي كترسالة هو راح عشان قاطر يقدم يعني يقدر يجيس نب القيادات أو ممكن يتخيل إن فيه ممكن حاجات تحصل لا فاكتشف إن طب فيه اللقاء ده أهم كمان اللقاء اللي هو بتاع محمد مرسي مع قادة قوات المسلح لما رح ومبنى دوان العام نوزارة الدفاع وقابل قادة قوات المسلحة لما بدأوا طلعوا شائعات إن هم يشيروا فريق صد رئيس كرئيس الأركان وقتها وبدأت المسألة تتداول بشكل وبدأ نوع من التجاوز على قوات المسلحة ابتدأ الإخوان المسلمين يتريعوا على قوات المسلحة ويكلموا عليها بشكل غير لائق فعلى حسب المعلومات إنه هو مرسي قال له تمجبهم لقال له لا أنت اللي هتيجي لوزارة الدفاع فلما وصل لغاية مبنى وزارة الدفاع محمد مرسي رايح واخد معاه أحمد عبد العاطم وحد تاني يا رب لقد ذكرت مش عصير شيخ حد تاني فلما وصل مبنى وقول لا أنت الواحدة كون وخلوهم بره فيابنوا دخل بره وخلوهم بره ودخل هو جوه اللقاء بعدها طرعت لأططلوا صورة شهيرة جدا واقفوا وسطهم انتباه بشكل كما لو إنه مثلا خد مش دوش بارد اتعصر بعدها بدأ تتكشف حقائق الحقائق اللي كان محمد مرسي ده كان مبرد أداية هم كانوا سايبينه كمندوب للجماعة في مبنى رياسة الجمهورية وكانوا بيختبروا بي قوة الجيش وقوة الشعب وكل تصرفات مع أن أي ردو هو كان بيتحمل كل الشرور والأسام بتاعت الإخوان المسلمين هو اللي كان بيتحمل كل الشرور والأسام آه هم حطينه حقاة صد يعني هو وعب ولي كان ترتيب السابع فجأة يتصدر المشهد وبهو وبالتالي يعني خيارة الشطر يعتبر نفسه يعني وبعدين بدأت بقى تطلع تسريبات سيناريوهات إنها هطلع بعد فترة يتقال إن محمد مرسي سافر للعلاج وخيارة الشطر هيجي ووزر رئيس وزر وبالتالي يتم نقل سلم للسلطة وبقى خيارة الشطر رئيس ومحمد مرسي بيتعالج بر مصر لغاية لما وصلنا لغاية وصلنا لغاية يوم 22 لما الشعب خلاص ضغ بهم درعا وبدأت القوات المسلحة يعني تستجيب للندهات الشعب وضرورة التحرك التغيير طيب نتكلم برضو على الكاتاتني الكاتاتني كان برضو إلى حد ما يعني أنا بتكلم حتى كنا بنشوفه في الكاركياتيري ما بيرسموه وكده يعني يعني شكل الوجه المبتسم اللي الواحد ما ينفعش يتوقع منه كل هذا الشر هل هذا الرجل كان برضو يعني مش عارف وصف عشان ما بحب يزال لكن كان له نفس الانتجاهات هو بالتدريب الممارسة تدرت في قمسها يدور أحوال المليجي كان بيطلع طبيب آه لا أحب تتكلم بحاجة تانية لكن ده 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 الناس احترفوا العمل في التنظيمات طاعة الأرض وبالتالي هو ما بيوصلش ان يبقى خياضي في التنظيم إلا بعد مراحل صعبة جدا لا تخل عن مراحل الماسونيين في التعرق نفس أدبيات الماسونيات في التجنيد هي نفس خطوات الإخوان يبقى قاعد جنبك ومتعرفش اني ده خياضي في الجماعة يبقى شغال عامل في شركة وفي نفس قائد التنظيم طيب خلينا بقى نسيب شوية الإخوان بقى ونروح لعصر حالك برضو من ضمن الحكايات أو يعني من ضمن الأسرار اللي ذكرتها عن عصر رجال مبارك فبردو ناخد من أبرز الشخصيات اللي كتبت عنها أي أكتر قصة أو أكتر شخصية كانت مسيرة للجدل في هذا الوقت يا شخصية زكريا عزمي يعني زكريا عزمي من مجرد الضابط في الحرس الجمهوري يوم في في انقلاب ما يبتع السادات كما نسميه كان مجرد نقيب في قوات الحرس الجمهوري واقف قدام بدبابة قدام بيت السادات عشان يحميه فجأة هذا الرجل يتعين بعد كده بعد السادات ما خلص مليسي ناصف الله أرحمه اللي هو كان قائد الحرس الجمهوري يبدأ زكريا عزمي يبتدي يتسلل داخل دوانة رياسة الجمهورية يموت السادات تعبيرتك يعني ناصرية الهوى بشكل كبير طبعا ما احنا كلنا احنا كلنا اعتذب الزعيم الكبير طبعا جمال عبد الناصر بس يعني أنا بتكلم علشان يعني برضو الزعيم يعني الشهيد السادات فيعني أنا بتكلم على التعبيرات علشان بس يعني الناس تبقى عارفين يعني هذه تحمل مسؤولية ألفاء أنت لا تتحمل المسؤولية أنا لقى أتحمل مسؤولية بس برضو كل واحد له أهواء وفيعني أنا هحاول أن أنا أكون محايدة تصدر فيبدأ زكريا تكتشبه زكريا عزمي دوت لما يجي مع عهد مبارك يتحول لأخطبوت يتحكم في كل شيء في مصر حتى مبارك كرة القدم تلاقي زكريا عزمي بيظهر فيها تتلاقي كل مشروع يقولك زكريا عزمي ده مش عارف مين عاوز يتعاين في حتر طب يهي المؤهلات الرجل اللي وصل لذي ده فتكتشف مثلا أن زكريا عزمي ده بعد قيام ثورة 25 يناير يتنى يعمل في دوان الرئاسة لمدة حوال دي كان تساؤل ودي كاريسة من الكوارث يعني أولا يعني جزء كبير جدا الكل كان بيتساؤل هو بيعمل ايه يعني يظل فعلا 25 يناير الشهداء اللي مات في 25 يناير دماغهم دي فرقاب ناس كتير جدا يعني الرجل ده ده كان الرجل الأول في عصر مبارك ومتاح لي كل الأسرار والتفاصيل وهم مبارك يتم الخلعه ده يروح الأسرار والمستندات وكل ما يدون هذا النظام يبقى تحت إيده طي ازاي طيب شخصية شخصة الشريف كنت لسه حصل حضرتك لو احنا بنتكلم صفة الشريف كان أكثر كوة لذكرية عزمة لذكرية طب ذكرية بط طب شخصية صفة الشريف صفة الشريف ده يعني هو حد في حد ذاته لغز غريب جدا المفترض أنه هو كان من ضمن المجموعة اللي تم استبعادهم بعد حرب 67 في القضية الشهيرة بتاعت ويتم إبعاده ويروح يشتغل في الهائة العامة لاستعلامات على اللي أنا عرفه دي معلومات يمكن تشهر يعني ممكن أقولها لك لأول مرة هذا الرجل استفاد من فترة الستينات وكان لديه كما قيل في كتاب نزل مؤخرا وكتاب ده ده مترجم كان عن أسرار متعلقة بالرئيس السادات هذا الرجل قدر أن يحتحصل على بعض الشرايط والفيديو على تتخص بعض الدول العربية وكان جزء جدا من برام صفقة العلاقات عودة العلاقات المصرية السعودية وأكتر من دولة عربية كان بعض الشرايط اللي هو كان متحصل عليها وكانت موجودة مع صفوة الشريف ولكن الساداتي أعرف ولا كان السعودية بالتحدي التارح اللي كانت تعرف المخابرات الأمريكية أن هذا المؤمن الشرايط كان موجود مع صفوة الشريف فيتم عودته من مجرد موظفة يشتغل يمسك التلفزيون فتصعد فيوصل لغاية وزير إعلام ويتحول إلى أطول فترة وزير إعلام في تاريخ مصر كان صفوة الشريف طيب ده إحنا بنتكلم كده على سلبيات لكن يعني برضه بما إننا في مجال الإعلام أليس يعني صفوة الشريف مش كان له إلى حد برضه كبير مهر واحد يقول له والعلي كان له الواحد يقول له والعلي صفوة الشريف مش كان له أثر جيد الحق يقال جيد على الحركة الإعلامية وهو العمل الأمر الصناعي يعني خد خطوات يعني ما كانتش موجودة كان عنده تفكير الأمر الصناعي اللي تاه هو ملاقوش لغاية دلوقت ولا أنا أمر الصناعي لا مدينة الإنتاج الإعلامي مين اللي عملها الفكرة يعني لا أصلا سأقول له هارك حاجة الواحد يقول مش اه تفضل أنت بتي عمل المفترض أن الصناعة الوحيدة اللي ممكن كنت بتنفسي بها دايما هي صناعة السينما يعني نحن في مصر الرياضة بتاعتها جات كلها من الإعلام بتاعها من السلمة والمسلسلات حتى العمية المصرية كلها كات بتفرد بسبب أنا هوظل لحضرتك حاجة ماذا قدم صفوة الشريف بالإنتاج الإعلامي مدينة إنتاج الإعلامي نحن ما حضرناش نستفيد مدينة الإنتاج الإعلامي والنالسات واحد ونالسات اتنين هل الإنتاج بتاعنا بنفس المسلسلات ينفذها كان بنفذها السوريين برأس مال خليجي مدينة إشنا هاتيلي مسلسل مصري زي زي زير سالم ولا بنفسي يعني عندنا ممثلين ما فيش حد في إمكانياتهم ولا قدرت عندنا مخرجين ومؤلفين إمكانيات على المستوى الموارد البشارع جدا لكن ما ديرش تصور المنتج بتاعتك ده ما ديرش تستفيد بيه ولا دلت تتقود بيه أنت كنت بتنفسي في الأربعينات والخمسينات بالسلمة المصرية بتاعتك أنت دلوقتي هذه السلمة المصرية والإنتاج لإعلامي بتاعنا بيه قدام دولة يعني عبارة عن زي ده ده دي اسمها قطر بتطريدنا طول الوقت وعملنا صداع طول الوقت بسبب قناة الجزيرة آه بس ده مؤخرا جدا لكن لا بش مؤخرا لأ 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 عمل يه صفوات الشريف ماذا قدم مدينة الإنتاج الإعلامي اللي إحنا عادين فيها دي اللي عملنا صفوات الشريف آه النايل سات واحد اللي عمله والفكرة دي كلها أصلا كانت فكرة صفوات الشريف نايل سات اتنين والقناة كل يعني زي ما بيقول هو دايما كان بيتكلم يقول الإعلام إيه الفضائي ومش الفضائي يعني اللي خد هذه الانطلاقة كان صفوات الشريف كل ده جميل انطلاقة أنا باع عندي مبنى اسمه مبنى مسبيرو أنا مش مدافع عنه على فكرة إن أنا محضرتش أصلا بس أنا دايما أنا متفاهم من وجهة نظرك بس أنا ما ينفعش تقوليلي الكلام ده كله في نفس اللعبة عندي مبنى اسمه مسبيرو في حوالي 45 ألف موظف مش كده ما اختلفنيش بس هو كان بهذا الشكل في عهد صفوات الشريف ده هو هو أساسا كانت تلفزيون في عهد صفوات الشريف كل من يبدأ مزاد انتخابات مجلس الشعب مش عارف عين كم فرد في مبنى في التلفزيون عين مش عارفيني عشان أقدر أخذ أصوات انتخابات في إيه موضع جوزي من كارسة الموارد البشريف يعني احنا بنقول ان الانتخابات كانت بتزور يبقى هو كان ما يستني انه هو يعين كم فرد في التلفزيون عشان الانتخابات أقول لي حوالي حالي لا لا التزوير إيه يعني والتزوير لازم يكون تزوير الفج ما لازم اشتري ناس طيب من تاني من أبرز الشخصيات على مدى العصور العادية لحدك برضو ذكرتها في الكتاب ممكن يكون حولها بعض الجدل أو يصير حولها جدل عاطف عبيد عاطف عبيد من مجرد مدرس محاسبة فكمال مبارك ولاده الاتنين بلد في المحاسبة وعندين حد يدون دروس تقوية فيكلمه كمال حسن علي يقول له لما كان نائب مبارك أنا عاوز حد يتذكر لأولاده يديهم دروس تقوية ما بحزارش ده بجد فاي عاطف عبيد يدي العائل دروس في البيت الولادين الأخوين جماله فيديهم دروس تقوية في المحاسبة عشان أعليه بشطار انا ممارس مع الهجاني الحقيقة مجدب فده كان مدرس بدأت من هنا علاقته فالأولاد ما ينسوش فضل المدرس بتاحهم أول لما أبوهم يبقى رئيس الجمهورية يجبوه وزير التنمية بحل إيه وتانه يتصاعد 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 لغاية المباقى رئيس ووزر وخاض أكبر حمل التدمير بالمصف معرف باسم الخصخصة أنا كنت لسه هكسل على هذا الموضوع باع كل المراس الناصري أو المراس المصري في مذاب يعني كل تقريبا الأضايا اللي بينظرها مجلس الدولة الآن وإعادة هي كلها كانت شركات من أهم الشركات ولم يكتفي بذلك كان بيتربح منك ونهايته كانت نهاية ماساوي طيب لو كلمنا من الشخصيات أيضا اللي كانت مسيرة بشكل كبير كمال الشازلي ربنا نرحمه طبعا هل موجود بعد أو يعني يعني كان له نصيب في هذا الكتاب ولا لا هو لا هو كانش له نصيب بس كمال الشازلي ده كان من يعني بصي أنا أتخيل أني كمال الشازلي ده لو أطلع به العمر وعاش عهد الإخوان كان هيتبهدل هو اللي هيتبهدل ما أعتقدش بحد يقدر يبهدل كمال الشازلي الله يرحمه يعني هو بصي هو كان شخصية يعني شخصية عنده قدرة أن يجمع الناس وكان زكي جدا بس الإخوان كانوا طول عمرهم يدوروا على نموذج يعوضوا فيه كل وينسيبوا ليه كل أي شيء وكامل الشازلي كان حواليه كلام كان أسطورة كان أسطورة عشان كده ما أعتقدش أنه حد يقدر يبهدل أعتقد بأمه كانوا يتبقى الله أرحمه طيب أخيرا بقى يعني حبيب العدل حبيب العدل ده قصة يعني يعني له نصيب برده ما أحد أه طبعا ده حبيب العدل ده يعني أبرز القصص أي أو أكتر أجمل بحاجة أنه هو طول عمره كان يكتب كل شوية نمأ إلى علمنا يعني نمأ إلى علمنا هو كان يكتب تأرير ويبعث نمأ إلى علمنا بس هو كان بيانمه إلى علمه كتير الحقيقة ما لا هو كان عنده ما لا هو كان عنده جهاز يعني إحنا بنقول دلوقتي فين لا 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 بخصوصة يعني يعني حبيب العدلي كان عامل أجهزة معلومات يعني بيبقى الواحد قاد في بيته عابسين هو مش فمس لا للأسف لا مش كلها كانت لخدمة بالتأكيد بس أجهزة خوية خدمة نظام خدمة نظام مبارك ومحافظة على أن يتحول النظام المصري من نظام رياسي من نظام ملكي وأتقول ملكية مصري الجمال مبارك هو كان بيخدم جمال مبارك وسهزم مبارك ما كانش بيخدم الدولة بالشكل المدخل طبع عشان برضو ما يقولش يعني إحنا ده هيكون الختام عشان بس المخرج بيقولي وقتنا خلص لكن برضو عشان يعني ما بحبش الكلام المطلق يعني يعني إيه جهاز معلومات يعمل لخدمة أنه هو تحويل الدولة إلى نظام ملكي يعني حعمل الجهاز معلومات هو كان جهاز المعلومات ده بيعمل معلش أساني واحد بس عشان يبقى السؤال واضح كان بيعمل وكان دايما المشكلة واللي بتصدر للشارع والإخوان كان بيعمل لحد كبير جدا لو هنتكلم على 80% منه على الإخوان صح وكان دايما بيصدرون وأنهم يعين المظلومين اللي بيتعذبوا تحت الأرض وفي الآخر دلوقتي الناس هي اللي بتقول ياريتهم يعملوا فيهم ياريت يساووا لأنه طلعوا أسوأ مما كنا نتوقع مش هو ده الجهازة اللي كان بيشتغلها أواني خمسة عشرين يناير لم يقوم بيها لإخوان المسلمين صورة خمسة عشرين يناير لم يقوم بيها لإخوان المسلمين وأي حد يقول أنا مش بتكلم أنا بتكلم حضرتك بتقول أن أجهزة الدولة كانت بتخدم عائلة مبارك هتخدمها إزاي لأن أجهزة الدولة ساعتها أو أجهزة المعلوماتية كانت شغالة إلى حد كبير جدا منتكلم بـ 80% على جماعة الإخوات لأنهم عارفين إن كان فيه تخابر وعارفين إن كان فيه مش عارفين وعارفين 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 مدى سوق هذي الجماعة اللي اكتشفناه بعد كده إحنا حاليا صح الكلام صح الكلام بس الكلام زي الفل أنا حضرتك هو تجربته في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة اللي هي تقريبا الحزب الوطني خد فيها 99% من مقاعد وهي نفع ما هو اللي صد ما هو اللي عمل كل الكارثة دي طيب عشان ما نبقاش بس نسينا حد إحنا تكلمنا عن صفت شريف وكان وزير إعلام طب نتكلم بقى عن وزير الإعلام اللي بعده أنا سلفية مين؟ أنا سلفية أنا سلفية أنا سلفية يعني راجل بدأ حياته علاقته بالإعلام يعني مش حافظة ما علوم ده يعني أنا سلفية كان بدأ طريق الشهرة والنجمية عن طريق الهانم سوزان مبارك راجل كان يتاجر تقريبا في موسوعات متعلقة بالأطفال والكلام ده ده هو مش كان الأول في مسك قصور الثقافة وعمل تغيير كبير في قصور الثقافة أنت بنت تسأليني على التطور يعني كيف فوصل ما هي دي كانت تقول خطواته في قصور الثقافة بنا بقولك لبداية وطريق مكتبة مصر الجديدة مش قصور الثقافة هو مسك قصور الثقافة بعد جدا هو تبرع بالموسوعات لمكتبة مصر الجديدة وأطفال فدخل قصور الثقافة ومكتبة الثقافة دخل على بس عمل بالفعل ساعتها يعني إلى حد ما نقله في قصور الثقافة فتم بعد جدا يعني كانت الخطوات في هذا الشكل ولا إيه؟ ماشي أنا أنا دلوقتي أنا بتكلم أنا ممكن أصنع كواس جدا وأنت كواس جدا بس لما كنت نهايتي فاسد فنا مشيت بقى استيك على كل الخط اللي أنا عملته أنا مش معنا عملت مثلا ما تيجي دلتاج الإعلامي ونهايتي كنت فاسد أو متربع كل ده ما أعتبرش إنجازات هو مش حالين هو مش بيحاكل لم يدين بأي شيء أو لا القضايا اللي عليه هو هو طلع من القضايا لكن بتاع ده النقد اللي طلعه لكن ما زالت فيه قضايا هو فرق من حكم يعني أنا لا أحب أنا مبحكمش على حد أنه هو فاسد أو مش فاسد غير ما يشوفه أنه هو تم الحكم على حكم نهائي وحاليا في السجن صح كده؟ صح وقضاء عندما يقول قضاء كلمته يبقى القول الفصل الأول والأخير والفصل بالتأكيد جزيل شكر الكاتب الصحفي الأستاذ حمد أمام وأهل وطبعا ألف مبروك مرة أخرى على هذا الكتاب وبالتأكيد في العديد مننا سيكون عنده مزيد من الفضول إنه يتطلع على كل هذه الخلفيات فإن شاء الله الكتاب النجاح ومستنين بقى ما بعده ممكن يكون إيه؟ جواسيس أصر الاتحادية جواسيس أصر الاتحادية أهو ده بقى اللي حيبقى حل جزيل شكرا حديك شرفتنا وبعد الفاصل معانا الفكرة اشتركوا في القناة ومستنين بقى ما بعده ومستنين بقى ما بعده